وحول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية أكد رئيس السيسي أنه تم تبادل الرؤى بشأن عدد من قضايا المنطقة خاصة سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وقال رئيس السيسي أنه بحث مع نظيره أصربي تطورات الأزمة الأوكرانية وتدعياتها المتعددة على اقتصادات دول العالم وعلى الصعيد الدولي تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذلك الاهتمام المشترك للبلدين وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا كما تنوانا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتدعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التدعيات بالإضافة إلى تحقيق الأمن الجزائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحاوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين وفي هذا الصدد يقوم الموقف المصري على أساس تناول كافة سبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى السنائي أو الإقليمي أو الدولي ومن ثم تم تأكيد علامية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الأثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر